السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في بيديو جديد تعالوا نعمل بقى الوصفة الطحفة جدا دي وده في بيتك في الشتاء اتمنى لكم يوم سعيد تبعوني الى النهاية اذكروا لو صلي على الرسول على يفضل الصلاة والسلام هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي ترك كوباية من الدقيق عليهم رشة من الملح معلقة ونص صغيرة من الخميرة الفورية معلقة كبيرة من السكر وهنحط معلقة صغيرة من الزعتر دي هتنكيه بيها العجينة يعني حطي نص معلقة او معلقة زي ما تحبي او ممكن تستغني عنها خالص مفيش مشكلة وهتقلي بيها مع مع المكونات الجفة بعد كده هنحط آآ معلقتين كبار من الزيت امزيجيهم كويس مع العجينة وبعد كده هنضيف الماء يدفع شوية بشوية لغاية ما تتعجل عندنا العجينة لو حابة تضيفي حليب طبعا هاي تضي طعم افضل بس طبعا لازم يبقى دافي برضو خلاص كده هنبتدي نعجينها شوية كده نخدم العجين بتاعنا علشان يطلع حل بعد بقامة نعجن العجين كويس جدا هنغطيه ونسيبه لغاية ما يختمر ويتضعف حجمه اول ما يختمر معنا ويتضعف حجمه وهنفيد نشتغل عليه ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو ياريت عميه لايك ويتابعيني عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بازن الله طلعي بقى العجينة كده وهنقسمها ستة كور علشان نحصل على الفطير بتاعتنا يكون حجمها كبير شوية الحشوة بتاعتنا هتبقى ميكس جبن كده الفطير دي اصلا فطير جبن فهنستخدم اي نوع جبن موجودة عندنا في التلجة كان عندي جبن ابيضة وجبنة مزللة خلطوهم مع بعض وتمام كده اي نوع جبنة برضو حابة تحطيه حطيه ما فيش مشكلة خالص هناخد اول كرة وهنبتدي نفردها طبعا الدقيق بيسعب معانا في الفرد وانا ما تلزقش معانا وكل حاجة شكيلي بقى بنفس الطريقة اللي قدامك في الفيديو رصنهم في الصينية جنب بعض وادهنهم حليب طبعا عشان ما نبترش ندهنهم بيت بقى والعيشة غلية يعني رصي بقى على الوش كده شوية حابة البركة دخلتها فرن سبق التسخين على درجة حرارة متين وبقى الجهز عندي بس لزقت في الصينية شوية فهتطلعها طبعا اول ما بنطلعها من الفرن بنبخها مية او بنبخها حليب ونغطيها على طول علشان تفضل معانا طرية اي حاجة من المخبوزات لازم نعمل معا الحركة دي تحفة جدا جدا يعني تحسيها كده فطيرة جدنا شربة جدنا قوي كمان مخلوطة في العجين بتاعها فطعمها تحفة جدا ما نبقى الفيديو كنا اللي اعجابكم ما تدخلش علي بلايك واشتركوا بشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر